تعال نشوف مع بعض طريقة تنفيذ الوردة بالشكل ده. الوردة دي تتعمل بقودة اطفال بشكلها مناسب. وحاجة مفرحة قودة اطفال بنات اولاد. طيب كويسة احنا صممنا الى رسمة الوردة ديت على البلاط. عشان تطلع قطعة واحدة. وزيتنا مكان التصميم. وبعد كده صبينا الجبس بتاعنا. احنا عملين حسابنا ان احنا مزودين حوالي سنتي او اتنين سنتي تلاتة سنتي كده اي في الحدود ديت من سنتي تلاتة سنتي. عشان تبقى زيادة لما نيجي ناخد القطر بتاع دوران الوردة. يبقى ما فيش مشكلة معنا ونقطع الزيادات دي تطلع الرسمة صريحة معنا. حطنا الجبس اللي هو طبقة الاولينية وبعد كده الكبتان وبعد كده طبقة تانية بتاعة الجبس. وبعد كده خربشناها عشان تعرف تمسك في ربطة الجبس اللي احنا هنعملها. واخدنا المركز بتاع الدايرة ديت. المركز كان على خمستاشر وبعد كده عملنا بعدها دايرة تانية. وقسمنا دايرة ديت على حوالي ست نقاط. اه مبين كل النقطة ونقطة يعني اه متساويين. وبعد كده اخدنا النقطة بين النقطتين وعملنا اخدنا برجل جديد ناخد الدوران بتاع الدايرة. فركبناها رفعناها على ادراعين الامونية زي ما انت شفت وركبناها على السقف جنا. وفتحنا الاسبطات وحطنا الخرطوم وتمام الدنيا ماشية تمام معنا. بس قبلتنا مشكلة ان احنا الوقت عايزين ندخل الكهرباء للاسبطات. بس مركز الدايرة بتاع مركز الوردة هيبقى مفتوح. فحطينا ايه بقى? فمش هناخد من كهربة النص. فاحنا الوقت هناخد من كهرباء اللي هي الخرطوم اللي مودي للنص عشان ما يبقاش السلك يباين هو سلك خارجي. هيبقى منظرها حاجة مش كويسة يعني يبقى التشطف جديد وده كده تبقى حاجة مش كويسة. فاحنا بقيتنا الخرطوم بالاصلي اللي هو معدل النص وهنفتح له فتحة الوقت في الساف. ده ما احنا شايفين. ايهوة الخرطوم بتاعنا اللي هيغزل وردة نفسها هوت. الخرطوم الابيض ده. والخرطوم التاني اللي الكهربائي المفروض ان هو يشد منه الاسلاك ياخد من خرطوم الاحمر يودي في الخرطوم الابيض ده. سبتنا الاتنين جنب بعض. بس جيت اقافل صراحة انا استيصعب طيق قلت الكهربائي بقى صعب عليه. لا اتعايا من ما انا ادكك لك الاسلاك بالمرة. ده اللي حصل دائمانا. وروح تفتح الخرطوم. يعني واحد شوية بيفهم في شغل الكهربائي فاقولت ان انا ايه انافز لتصميم نفسه. واندخل هي الكهربائي بتاعته. تمام فتحنا كده هناخد طرفين من آآ من الكهربائي دي تنديها للنص. يبقى احنا انا اخدنا من النص للوردة. بس ما اثرناش على كهربائي دي تنديها. تمام كده. طرف الاسلاك بقى موجود في الوردة وموجود في المص والفتحة الكهربائي اللي احنا عملنا الفتحنا في السقف دي تنقفلها بقى ما فيش مشكلة خالص كله تمام التمام. وقفلنا الجوانب بتاعتها وبقت معنا بالشكل الجميل ده.